ترأس سعادة الدكتور عبدالعطيف من راشد الزياني وزير الخارجية وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمينة والسبعين وضم وفد مملكة البحرين سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وسعادة سيدا وربنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة حيث عقدت الجلسة الافتتاحية بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك تحت عنوان إعادة بناء الثقة وإعادة أحياء التضامن العالمي تسريع العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها نحو تحقيق السلام والازدهار والتقدم والاستدامة للجميع وقد ألقى مع علي السيد أنطونيو جوتريش الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أشار فيها إلى أن العالم أصبح مضطربا ويشهد تحديات كثيرة من بينها أزمة المناخ وأكد مع علي أهمية حقوق الإنسان وإعلاء العدالة واحترام القانون الدولي وإقامة السلام كما ألقى سعدة السيد دينيس فرانسيس رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة كلمة أشار فيها إلى أن الحروب وتغير المناخ والديون وأزمات الطاقة والغذاء والفقر والمجاعة تؤثر مباشرة على حياة البشر في مختلف بقاع العالم داعيا القادة لدعم الجهود من أجل تحقيق تسوية سلمية للحروب كما دعى الرئيس البرازيلي إناسيو لولا دا سيلفا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الحوار لإنهاء الحرب بشكل دائم في أوكرانيا بدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تسعى لعالم أكثر أمانا وازدهارا لكل الشعوب مشددا على ضرورة البحث عن طرق مبتكرة لتخفيف معاناة الشعوب ومؤكدا على ضرورة تحقيق زخم في معالجة مشاكل المناخ هذا وحذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين من مخاطر نقص الدعم الإنساني الدولي للاجئين مشيرا إلى أن أزمة تغير المناخ تؤثر على المنطقة بشدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة